طيب يعني يمكن فيه سؤال بردو جاي خاص بالاحتفاظ بالطرق القديمة الاستمتاع آه ده سؤال يعني واحدة بتقول دكتوري أنا خطيبي كذا كذا عن طريق التليفون وبيحبي يحكي لي وانا تعبت ان اقوله ان ده حرام وغلط واسيبه كذا مرة ويفضل يحاول ويرجع لي عشان يعني مرتبع عاطفيا ويقول لي مش هعمل كده تاني وبعدين يعود مرة اخرى ومش عارفة لما تتجاوز هيفضل كده ازاي ولا ممكن يعني يمتنع عن ذلك ده السؤال يعني عشان نكون آه هو طبعا هي عشان نقول ذكر طبعا اسماء البعاتين هو طريقة الاستمتاع أو يعني طريقة الاحتفاظ بطرق القديمة الاستمتاع دي مشكلة ازالية ممكن يكون عن طريق عادة سرية طريقة معانا ممكن عن طريق مشاهدة افلام الاباحية ممكن عن طريق ممارسة الجنس على طريق تليفون زي الاخ اللي هو خطيب السائلة ده بنقوله انه هو المسألة كلها هي مش مرض علشان بس هو ساعات بيخلصوا نفسهم من المسئولية يقول لك اصل ده مرض انا عمل ايه انا لازم اتعالج ولا ايه لا هو مش لازم تتعالج انت لازم تبطل هي المسألة انه هو انت بتعمل حاجة ما ينفعش تتعامل اوكي كان عزرك فيها وهو عزر برضو غير مقبول بالمناسبة بس كان عزرك فيها انك انت كنتش متجاوز ما كنتش محصن لكن دلوقتي ليك شريكة في هذه العلاقة فالشريكة دي بتنجرح انك انت تعمل كده عن طريق التليفون لان هي فيه واحدة تانية بتشاركك فيها واحدة تانية كمان بطريقة غير مشروع بطريقة مش حلال بطريقة تقلق حتى زوجتك المستقبلية اللي هي ما بقيتش مراتك اصلا لسه وما اللي ما تتجوز بقى وانت يعني لسه خطبتك وبتروح تحكي لها وبتقول لها بتقولي وبتقولي وبتسرني بالطريقة فرانية وبنبسط فهي بتقول ان هو مرتبط بيها عاطفية يرجع يقول لها انا بحبك وما داشت استغنى عنك لا ما هو هنا لازم الشروع على بعضها فدي لازم بيقى فيها شوية جهاد نفسه خلاص حتى لو انت مش قادر جاهد نفسك وحاول واتعب شوية لغاية ما تنسى الموضوع لكن هو مش قادر زي مثلا احنا يعني دايما حتى بقولهم كده اللي بيزروني في العادة بقولهم زي صيام رمضان انت بتصحى الصبح لازم لازم تشرب القهوة بتاعتك اش مانع في رمضان ما بتشربش لان فيه خلاص برمجة فوقية بتقول لك النهاردة ما ينفعش القهوة فخلاص حتى ممكن تكون ما بتحتاج لهاش احنا كلنا او معظمنا ما بدو جوعش في رمضان لان احنا عارفين ان الجوع غير ممكن فالبرمجة العليا بتقول لنا ما فيش جوع فهي نفس الحكاية لكن هو مش عايز يجاهد نفسه هو مكسل فعايز يبقى على المعصية وكمان ياخد العاطفة وده مش ممكن فهي لازم تتكلم معه بالطريقة دي ولازم تاخد موقف لان هي بتسهل عليه المهمة كلما تروح وترجع له وتصلح وتتقبل اعتذاره بتسهل عليه مهمة ان هو يبقى على الوتيرة الأديمة سؤال جاي من سيدة فضلة بتقول ان زوجها يريد ان يأتيها بما حرم الله وانها تمتنع عن ذلك يعني يعنفها بالضرب يعني وانها تحاول ان تقنعه ان القرآن والسنة يحرمان ذلك هو طبعا ده لازم ان هي اما تاخده تروح در الافتة اما تقعد مع الشيخ يقنعه بالكلام ده ولكن هي طبعا دايما حتى بقولهم كده صراحة حط صوابعك فعني اللي يسأل على حاجة حرام ومصر يعملها لا تحط صوابعها فعني وتهدده بقى بأي حاجة هي قادرة به تهدده بأكتر حاجة بتضيقه هي مثلا لو هو يهمه منظره قدام اسرته يبقى تهدده ان هي حتقول له اسرته منظره قدام اصحابه تهدد ان هي حتقول له اصحابه لكن هي من حقهنا لا تبقى في هذه العلاقة طالما انه هو ده طريقته الوحيدة او الاساسية الاستمتاع